السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المتابعين نرحب بكم أينما كنتم ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم كل ما هو حصري وجديد من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي أجمع ولا تنسوا أحبائي الإعجاب بالفيديوهات والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وحصري من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي وبسم الله نبدأ نتائج مقابلة وفد من المتقاعدين في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم مقابلة اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء بالاطلاع على ما يعانيه المتقاعدين من ظلم وحيف وتقديم الاقتراحات والحلول وفيما يلي أهم النقاط التي تم بحثها واحد تم مناقشة تعديل فقرات بقانون التقاعد لا سيما أن مكتب رئيس الوزراء كان لديه نسخة من مسودة التعديل الثاني لقانون التقاعد المقدم من الجمعية العامة للمتقاعدين وجرى عليها بعض التحديثات عزاء المتابعين نرجو أنكم قد أفدناكم ولا تنسوا متابعة الفيديو القادم لمعرفة باقي التعديلات والمناقشات اشتركوا في القناة